اشتركوا في القناة والتطورات بتاعة الكائنات الدقيقة دي وهندرس التغيرات اللي هي هتسببها في حياة الكائنات التانية سواء كانت حيوانات او نباتات او حتى هتسببها للنون ليفنج ماتر العلماء قسموا المودرن ميديكال مايكروبيولوجي الفور كاتيجوري هما بيكتريولوجي وفيرولوجي وإمينولوجي ومايكولوجي البكتريولوجي هو العلم اللي بيدرس البكتريا وكل حاجة فيه بكتريا دي بتكون سبب للعديد من الامراض عشان هي بتكون كونستيتيوتيف ايجنت الفيرولوجي هو العلم اللي بيدرس الفيروسات والخلايا الغير حية اللي بتكون مسؤولة عن العدوى اللي بتصيب الانسان علم الاميونولوجي هو علم المناعة اللي بتهتم بالميكانزم بتاعة الجسم عشان يستخدمها في حماية نفسه ضد الميكروبيات المعدية والخلايا والمواد الغريبة عن الجسم المايكولوجي معناها علم الفتريات لكن احنا هندرسه هنا كفتريات بتسبب العدوى للانسان بعد كده هنتكلم على المورفولوجي والستركشور بتاع البكتريا السل هنتكلم على الشكل الخارجي وتركيب الخلية البكترية وهنتكلم فيها عن الشيء بالشكل الحجم الصيز اللي سينينج بروبرتز السبغات أو خواص السبغات الموتلتي الحركة اللي سبورج اللي عميه تكوين اللي سبوليشن بريسنس أوف الكابسيول ووجود الكابسيول وترتيب البكتريا دي الكابسيول ده عبارة عن تركيب جوا الخلية البكترية محيط بيها من برا ده هنعرفه بعدين في الكورس قد اول حاجة هنبدأ بيها الصيز الخلية البكترية بتكون يونويسيلور يعني بتكونها من خلية واحدة بتكون من واحد مايكرون لواحد من ألف مايكرون الصيز بتاع البكترية بيكون فرنج من 2 من 10 إلى 5 مايكرون أصغر خلية بكترية بنسميها المايكو بلازموس حجمها تقريبا بيكون نفس حجم أكبر فيروس اللي هو البوكسي فيروس وكمان بتكون أصغر كائن حي ممكن يتواجد خارج الخلايا الهوصل أطول بكترية بقى بيكون طولها حوالي طول بعد خلايا الخميرة أو خلايا الدم الحمراء بتكون حوالي 7 مايكرون كده الشيب الشكل بتاع الخلية البكترية دي ازاي فأول حاجة باسلس بتكون روت شبدد عصوية بتكون زي رفيعة كده شكل الصورة دي كوكاي بتكون قروية زي الدائرة كورة فيبريو حرف الواو شبه الكومة رايزو جزرية أو روتي بتكون بنسميها البكترية الجزرية شكل الروتس بتاعت النبات الأرينج منت بتاعها عايزة دلوقتي أعرف شكل الخلايا دي أو شكل الكولوني بتاع البكترية دي مع بعض عامل ازاي رص الخلايا جنب بعضها لقينا اني لها شكلين ستريبت شكل السبحة الخلايا معمولة في شكل سبحي أو ستاف عنقودي زي عنقودي العنام زي الصورة كده بعد كده هنتكلم على الكالر القرار ممكن يكون لوتس أو فلابس أو زينزيو الوان دي بتكون لونهم أصفر الاريسس جولدن لونها دهبي رودو أحمر فيردس أغضر روزس لونها روز البس يعني أبيض نايجر يعني أسود احنا كده عرفنا الخصائص اللي نقدر أميز بيها البكترية لو هي على طبق قدامي عرفنا الخصائص المورفولوجي بتاعها اللي من خلالها عرف أقدر أقول البكترية دي اسمها إيه أو من نوع إيه دلوقتي عرفنا الشكل المورفولوجي بتاعها لكن احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ندخل للخلية البكترية ذات نفسها عشان نعرف الستراكشر بتاع البكترية السيل الخائد داخلي إيه لقينا أول حاجة فيها السيلوول السيلوول ده هو الأوتر مستو كومبوننت بتاع البكترية معادة بس المايكو بلازما سبيشيز اللي هي أصغر نوع من أنواع البكترية بتكون محاطة بسيل ممبرين مش بسيلوول السيلوول ده عبارة عن إيه عبارة عن مالتي ليير ستركشور لكيتد اكسترنل طول سيتو بلازميك منبرين عبارة عن تركيب من طبقات كتيره كده بتكون إيه خارج السيتو بلازميك منبرين ومعظم التركيب بتاع السيلوول بيكون عبارة عن مادة اسمها بيبتيدو جلايكان البيبتيدو جلايكان ده اللي بيدن التعيم التركيبي وبيحافظ على شكل الخلية المميز طيب إحنا دلوقتي محتاجين نعرف الفانكشن بتاعة السيلول السيلول ده هو أصلا عبارة عن تركيب صالب كده وبيدي للخلية البكترية شكلها وبيدي شكل الإطار الخريجي بتاعها أكده أول حاجة تاني حاجة بيحمي السيتو بلاسمك من برين من البرستينج لما بيكون في الهايبوتونيك سيليوشن بيحميه إنه هو ينفجر أو ينكمش لما بيكون نقص مية أو زيادة مية أو تركيز الأملاح زيادة تالت حاجة بيعمل كاتشانل كده ويسمح بدخول المواد الأساسية للخلية زي السكر رابع حاجة بيتكون من بوليساكريد وبروتين والبوليساكريد والبروتين بتوعه بيكونوا كآنتجن والآنتجن دي بتكون يصفل في اللابراتوري ايدنتفيكيشن بتاعة المرض أو العدوى اللي بتسببها البكتيريا دي السيلول ده بقدر أصبه بصابقة اسمها الجرام ستين الجرام ستين دي بنقسمها الحكتين الجرام بوزيتف بكتيريا وجرام نيجاتف بكتيريا الجرام بوزيتف بكتيريا الخلية اللي بتكون عندها في السيلول بتاعها بيبتدو جلايكان كتير لكن الجرام نيجاتف بكتيريا الخلية اللي بتكون عندها لبت أكتر الخلية اللي مش بتنسبها بالجرام بوزيتف أو الجرام ستين عموماً يعني بنسبوخها بحاجة اسمها أسد فاست ستين هنتكلم بقى دلوقتي على السيلوول بتاع الأسد فاست بكتيريا دي الأسد فاست بكتيريا دي بتكون عندها هاي كونسنتريشن من الليبت موجودة في السيل بولوتاحا خصوصا بيكون عندها حاجة اسمها مايكوليك أسد دي نوع من أنواع الفاتي أسد بتكون موجودة بكمية كبيرة جدا في السيلوول بتاعها تتسبغ بسبغة اسمها زينهيل نيسلين استين احنا كده عرفنا السيلوول وعرفنا زي بنسبه في عندي بقى بكتيريا with defective سيلوول في بكتيريا أصلا ما عندهاش سيلوول البكتيريا اللي من غير سيلوول دي قسمناها لأربع أنواع مايكو بلازما وإلف هورمز وبروتوبلاست واند سفيروبلاستس أول حاجة المايكو بلازما المايكو بلازما ده هو نوع من البكتيريا سبيشيز بيكون عنده نقص في السيلوول هو كمان ثابت ومش متطلب هايبرتونيك كونديشن عشان يعيش وكمان بيكون عنده بولمورفك ومش بيتدمر بواسطة الانتيبيوتك اللي بتشتغل على السيلوول الـ L-forms دي ده نوع معنده سيلوول لكنه ممكن يكون سيلوول تحت ظروف بقية معينة زي مثلا اني علاجها ببنسلين أو ليزوسوم فهيبدأ تكون سيلوول وبتقدر تعيش تحت هايبرتونيك كونديشن وكمان بتقدر تنمو وتتقاصر تحت الميديا العادية تالت نوع البروتو بلاستس و السفيرو بلاستس البروتو بلاست ده عندها نقص من السيلوول وهي بتكون من سلسلة الجرام بوسط في تشين السفيرو بلاستس بتكون من سلسلة الجرام نيجاتيب بتكون شكل من أشكان الـ L-forms وكمان هي مش بتعرف تعمل ايه؟ طيب احنا قلنا ان البكتيريا اللي ما عندهاش سيلوول بيكون عندها سيل ممبرين ايه وظيفة السيل ممبرين ده؟ عندي أربع وظائف أول حاجة النقل النشط لجزائيات للخلية تاني حاجة انتاج الطاقة من خلال عملية الـ الزينسيز بتاع الـ بتاع السيلوول ان انا اعمل المواد البنائية اللي هي مسؤولة عن تكون السيلوول أصلا وبنائه السيكريشن بتاع الانزيم والتوكسن بيفرز بعض الانزيمات والسمون طيب انا عرفت التركيب الداخلي الخارجي قصدي بتاع البكتيريا عايزة اعرف دلوقتي التركيب الداخلي هنتكلم على مكونات اللجوة سيتو بلاست اهم المكونات عندي النيكليود دي منطقة في السيتو بلاست موجود جواهة دي اني تاني حاجة الريبسوم الريبسوم ده هو مكان اللي بيحصل فيه البروتين زينسيز او عملية تكوين البروتين بتلاقي ان البكتيريا الريبسوم بيتكون من 70 اس او 30 اس او 50 اس لكن الهيومن تارت حاجة هنتكلم على معناها ان السيتو بلاست بيكون في جرانيول صغيرة بيتخزن فيها الاكل بتاع الخليل رابح حاجة نتكلم عن البلازمد البلازمد عبارة عن اكسترا كورموزومال ودبل ستراند و سيركولر دي اني اي ملكيول البلازمد ده بيكون عنده قدرة ان يتقاصر منفصل عن البكتيريا الكورموزوم خامس حاجة الترانس بوسونز الترانس بوسونز دي عبارة عن نانو بيكون موجودة من الدي اني اي بتكون موجودة بين الدي اني اي بتاع البكتيريا والبلازمد والبكتيريوفاج دلوقتي محتاجين لتكلم على service structure outside the cell الحاجات اللي بتكون خارج السيرول ايه عندي الكابسيول الكابسيول ده هو عبارة عن جلاتيناس لير بتغطي البكتيريا الكابسيول العموم بيتكون من بولي ساكريد معايدة الباسيلاس انسيروكس بتكون عبارة عن بولي بيبتيد كابسيول الكابسيول مش بيتسبغ بالجرام ستين فتلاقيه بيصهر كده دورية بيضة حوالين البكتيريا سواء كانت جرام بوستف او جرام نجدد الكابسيول مهم عشان اربع حاجات اول حاجة انه بيحدد البكتيريا دي تاني حاجة انه احنا بنستخدمه كانتجن في بعض البكتيريا تالت حاجة انه عنده دور مهم جدا في الادهيرنس بتاع البكتيريا على جسم الانسان ودي خطوة مهمة جدا للكوزنج انفكشن الكابسيول لما بيكون موجود في الجسم اثناء الاصابة بعض الجسم ده بيكون خدها بيكون ضد بقى انتباضي وده بيساعدني اثناء التحليل ان انا اعرف ان الجسم مصاب تاني تركيب الفلاجيلا فلاجيلا دي هي عضو من اعضاء الحركة بيكون في البكتيريا المتحركة وهو بيكون عبارة عن المطايل ارجن ثالث حاجة البلاج او الفيبريا البلاج دي عبارة عن هير لايك بروجيكتيشن بتمتد من السيل سيربس بتكون قصيرة وارفع من الفلاجيلا عندي تيو فورمز من البلاج عندي اردينيري طايب وهو اللي بيساعد في الادهيرنس بتاع البكتيريا الاسبسيفيك ريسبتورز اللي بتكون موجودة على سطح الخلية بتاعت الانسان او السيكس بلاج اللي هي بتساعد في عملية الكونجيجيجيشن بتاعت التكاثر بالنسبة للسبورز بتاعت البكتيريا اللي بتتكاثر بيها بيكون عندي اجزوسبور واندوسبور وانواح كتيرة جدا لكن انا اللي يهميني هنا البكتيريا الاندوسبورز اللي هي بتكون عندها مقاومة عالية جدا وبتكون نتيجة لاستجابة للظروف اللي هي بتاعت البيئة المحيطة حوالينا زي الديبليشن بتاع او الهيد او لما بتكون بقى في السبور بيكون عندها اا وبتفضل تكون مجرد ما بتتعرض او الانزيمات اللي هتكون في انزيمات هتتفرس تكسر القوت الخارجي بتاعها والمية والعناصر هيخشوا تاني للخلية فبالتالي الخلية تبدأ تعمل عملية جيرميليشن من اول وجديد وتعمل طب ايه الميديكال امبورتنس بتاع اللي سبورز في الحالة دي بيكون صعب جدا اعمل استراليزيشن لل ليه؟ علشان اللي سبورز عندها اكسترا اا اوردينيري ريزيسنس للهيد والكيميكال عندها مقاومة غير عادية للحرارة وللمواد الكيميائي فبالتالي انا هيبقى صعب جدا ان اعمل استراليزيشن دي استراليزيشن دي عملية التحقيم وبتكون لها طرق عديدة جدا على حسب نوع المواد المكوينة للحاجة اللي انا عايز اعملها يعني الازاز بنعمله استراليزيشن بالاوفن الميديا بعملها بالاوتوكليف لكن في الاغلب يعني في الميديكال برودكت بستخدم الاوتوكليف ده هو جهاز بيكون مزبوط عند مية واحد وعشرين درجة سليزيس واحد ونص اتماسفير بحط الحاجة فيه من 15 الى 20 منت عشان يتعمل استراليزيشن